بسم الله والصلاة والسلام عن رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب وطالبات الصف الأول للتعليم المستمر معكم المعلمة ريمة محمد الشريف اليوم بإذن الله سنأخذ سويا سورة الزلزلة الجزء الأول من الآية الأولى إلى الآية الرابعة مقرر حفظ بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ بين أيدينا كتاب الله تلاوته وحفظه وتدبره عبادة نؤجر عليها فنسأل الله ذلك أهداف الدرس لهذا اليوم تطبيق آداب التلاوة التلاوة والحفظ الصحيح لسورة الزلزلة مع الانطلاق في التلاوة والحفظ التعرف على هذه السورة المباركة إذن سنطبق سويا آداب التلاوة سنتل ونكرر التلاوة حتى يتم الحفظ مع الحرص على مهارة الانطلاق في التلاوة والحفظ ونتعرف سويا على سورة الزلزلة آداب التلاوة الاستعاذة بقولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدها البسمة لقولنا باسم الله الرحمن الرحيم وتكون في بداية كل سورة الحرص دائما على الطهارة فلا نقلب صفحات المصحف إلا على طهارة الصلاة الخشوع وهو الإنصات عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى فأجر ذلك الرحمة الحرص على الترتيل وتحسين الصوت قدر الإمكان التلاوة عبادة فتكون خالصة لله سبحانه وتعالى صورة الزلزلة نوع هذه الصورة المباركة عزيزي طلاب الطالبات مدنية وعدد آياتها ثمان ترتيبها في المصحف هي الصورة رقم تسعة وتسعون في الجزء الثلاثون إذن صورة مدنية آياتها ثمان ترتيبها في المصحف التاسعة والتسعون في الجزء الثلاثون المعروف باسم جزء عم صورة الزلزلة كما قلنا هي صورة مدنية من المفصل آياتها ثمان وترتيبها في المصحف هي التاسعة والتسعون في الجزء الثلاثين بدأت بأسلوب شرط في قوله تعالى إذا إذا زلزلة الأرض زلزالها نزلت هذه الصورة المباركة بعد صورة النساء سميت هذه الصورة بهذا الاسم على أول آية منها وهي تتحدث عن زلزال الأرض عند قيام الساعة آيات هذه الصورة كما قلنا ثمان تتألف هذه الآيات المباركة من ستا وثلاثون كلمة في مائة وثمانية وخمسون حرفا سنراجع سويا الآن الصورة السابقة صورة العاديات من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشر ثم نأخذ بعدها صورتنا المباركة أرجو أنكم قد أتقنتم حفظ صورة العاديات من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحص لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير يا أعزائي أريد منكم إحضار المصاحف ونفتح على سورة الزلزلة نكون على طهارة لننسى ذلك الاستعاذة والبسمة لقبل كل التلاوة فنحن في بداية السورة تحسين الصوت والترتين الإنصات عند سماع القرآن الكريم بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يا عزائي سأتلو وتتلونا بإذن الله من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بارك الله فيكم سنفسر الآيات تفسيرا ميسرا مع تكرار التلاوة يسهل علينا حفظها يقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا رجت الأرض رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض ما في بطنها من موتى وكنز وقال الإنسان ما لها وتساءل الإنسان فزعا ما الذي حدث لها يومئذ تحدث أخبارها إذن لماذا حدث لها ذلك في يوم القيامة تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر بارك الله فيكم سنستمع الآن للتلاوة المباركة من المقرأ نتابع معه فتكرار السماع والتلاوة يساعدنا على سهولة الحفظ لا ننسى الاستعاذ قبل كل تلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذا الإنصات سنعيد التلاوة بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها هيا عزائلين أسمع منكم تلاوات حفظ لهذه الآيات بعد هذا التكرار أحسنتم بارك الله فيكم سأتلو وتتلون بإذن الله من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها هيا عزائلين أسمع تلاوات حفظ أيضا لهذه الآيات المباركة بارك الله فيكم سنعيد التلاوة سأتلو وتتلون من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بارك الله فيكم أريد أن أسمع أيضا تلاوات حفظ لهذه الآيات المباركة أحسنتم بارك الله فيكم تعلمنا في هذه الحصة أحسنتم تم تلاوة سورة الزلزلة وتم تطبيق أداب التلاوة وتعرفنا على هذه السورة المباركة إذن علينا حفظ هذه الآيات من الآية الأولى إلى الآية الرابعة بارك الله فيكم انتهى درسنا ألقاكم بإذن الله في الحصة القادمة لا ننسى كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر